اذا كانت هذه ابرز الفعاليات اللي بتقدروا تحتروها بالساعة وبالمكان المحددين ولفقرتنا الاسبوعية صحيح خبرك هالفقرة اللي منصحح بعض الاخبار المغلوطة وغير صحيحة اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر المواقع الاخبارية سواء كانت اخبار محلية او عربية وبنضمننا في الاستوديو حازم التقاطق من فريق صحيح خبرك صباح الخير حازم صباح النور شو عندك اخبار اليوم؟ نعم اول خبر انتشر بشكل كبير كان عن مركز الاميرة بسمة للشباب الخبر كان عبارة عن اعلان صادر عن المركز بدعوا المواطنين بشكل عام انهم يقدموا تقاريرهم الطبية للمركز للقيام بعمليات مجانية على نفقة المركز حازم هذا الخبر وين انتشر؟ انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي او بمواقع اخبارية؟ مواقع التواصل الاجتماعي بشكل اكبر بشكل اكبر لانه يمكن عليه هذا قانونيا بتحاسب اذا كان موقع اخباري نشر اعلان مزيد فهو على السوشال ميديا بشكل عام فيسبوك و تويتر انتشر بشكل كبير الخبر كان غير صحيح تأكدنا من المركز بنفسه المركز نفى خصوصا انه رقم المرفق مع الاعلان كان رقم وهمي نعم كما اضح المركز انه بالعادة هم في حملة البر والاحسان اللي بسير كل سنة بقدم مساعدات بشكل كبير للمواطنين بناء على تقارير اللي جاء مختصة بتدروسها بالاضافة لا يعني كل سنة في يوم طبي مجاني بتعقده المركز و بشكل عامل اعلان غير صحيح جميل التوضيح يعني انه يعني توضيح حقيقة الامر انه فيه تقديم مساعدات حقيقية لكن مش بالطرق مش بالطرق المطروحة بالاعلان انه هي عمليات لأي حد بيقدم مشكلة المباشرة يعني هو الاعلان عن هيك مبادرات رح يكون بي عن طريق يعني وسائل اعلام المعتمدة والرسمية والموثوقة مش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نعم نعم اكيد طب حازم ايش في عندنا كمان اليوم الخبر الثاني كان عبارة عن صورة صورة انتشرت على برد المواقع التواصل الاجتماعي صورة لوحة من لوحات التعريف بالشوارع كانت مكتوبة عليها اربد بن قوسين قرية اردنية استنكر كثير زوار مواقع التواصل الاجتماعي انه كيف امانت عمان تغلط خطأ زي كنا مدينة كبيرة في الاردن زي اربد ينكتب جمها قرية اردنية طبعا تأكدنا من امانت عمان امانت عمان نفت واكدت ان الصور مفابركة حتى يبين من نفس اللوحة انه الارقام اللي بتكون بالعادة موجودة على اللوحة ارقام المباني الموجودة نفس الشرع غير موجودة يمكن اللي ساعد على انتشار هالخبر المفابرك انه كان فيه قبل فترة انه خربط من امانت عمان انه كتبوا اسم صحابي وكان على شارع وطلع هو مش صحابي وكان حي بن يقضان وهو كان احد القدماء نعم احب تفتح الطريق للناس انه تشكك او ممكن تصدق اي صورة بشكل كبير فعليا امانت عمان بعثتنا صورة الاصلية وفعليا مكتوب شارع اربد فقط ما في انه بين قوسين القرية اردنية فهو صورة بالاصل المفابركة نعم طيب خبر بعده الخبر الثالث من الاخبار اللي بتنتشري الكبير خاصة اذا كان خبر بجمع بين الزواج او المال المجاني الخبر عن مركز مركز اسلامي العربي موجود في العاصم السعودية الرياض انه بيعلن عن مكافأة مقدار ثلاث الاف دينار لكل سيدة بتقبل زوجها ان ينزوج لمرة ثانية لو انتشروا بشكل كبير والناس اردتوا وحتى نحاول الدور على المركز عشان التواصل معه فعليا الخبر غير صحيح كان الرقم ثلاث دينار ثلاث دينار الخبر الاخير كان عبارة عن صورة نشرها موقع حساب تويتر للسفارة الروسية في بريطانيا الصورة بتحكي انه المسلحين الموجودين في مدينة حلب بتطلقوا عربات مسلحة تحمل اسلحة كيموية ومرفق صورة كدليل او توضيح للناس انه شكل العربات المسلحة الكيموية الوسط للجماعات المسلحة في سوريا طبعا الصورة الموجودة كان صورة من لعبة الكترونية لعبة جنرالز لعبة مشهورة حربية استراتيجية فكان هو هون الخطأ استخدام الصورة وطبعا ما انه الخبر او المعلومة اعتمدت على صورة مرفقة فالمعلومة بشكل كامل خطأ خلتوا اخبارنا حازم شكرا لوجودك معنا يعني بطبيعة الاخبار يعني المفروض اي شخص بفكر بطريقة سليمة ما ينجذب لهيك اخبار مغلوطة شكرا لك حازم جدا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة